قبل ما تكفي قبل ما تكفي أنا سمعته أنا كنت سمعته سمعته هلأ هيدا الكلام ما بيصدر إلا عن اللي إمه زاني فيه فيش إلا أولاد الزنة بيستخرفوا بأعراض الناس بهيدا الطريقة وبيحكوا عن العرض كأنه مامسحها بس أولاد الزنة عنا بتعرف أنت الزنة بالشراع الإسلامي شو هو الزنة أمه بتبقى زاني للولد بس الولد نجس ولد ما إلو شادة لأنه الولد اللي إمه زاني فيه يعني ابن الزنة بيتهم كل الناس بعرضها عشان هيك ما قلوش هيدي بالمحاكم لأنه بيكذب بدي يكون وبيتهم الناس هي واحدة وبيتهم الناس زورا النقطة التانية ابن الزنة إذا قاعد بيدار بنجسه يعني إذا أنت بدك تصلي بيبات فيه ابن زنة صريتك مش قايمة إذا عرفت إنه ابن زنة ما فيك تصلي إذا سلمت عايبن الزنة وإنت موضب بيفصده وضوءك هيدا ابن الزنة فهيدا الكلام صادر عن حدا أمه زيني فيه فيش إلا اللي أمه زيني فيه بيحكي الكلام بهذه الطريقة بيستخف بأعراض الناس بهيدا الطريقة بعدان لش ما الصليبيين والجيوش من أيام التطر والغجر وكله هيدا اللي فات وظهر على لبنان فات على لبنان كله لش يختصوا الجنوب بالذات ما هيدا عكل لبنان أضف إنه سيد تحسين خيات ما هو ابن صيدة ابن الجنوب يعني يعني هو عم تنتهم سته وست سته وست بايه وست ام بايه وست ست بايه عم تنتهم السليلي كله أضف إنه مرته شيعية إذا قصد الشيع ما مرته من الجنوب كمان ومرته بنت عائلة عريقة كمان صفوا العائلة العريقة يعني دقوا بالكل هنا يعني كمان ست مرته ست ستها وست بايه وست ست بايه كلهم معناته هيك مثل ما عم معاه يحكي التليفزيون الجديد أنا ما بدي أحكي بداليا ولا بدي أحكي بهيد البنت أنا بدي أحكي بتحسين الخيات أنت تحسين الخيات محطتك فتحها ليش هيك بعدين راجع برامجك اللي هم تحطها على التليفزيون شايف برامجك شو هي أنت؟ شايف الإباحية ببرامجك شو هي شايف لشو عم تدعي برامجك اللي هم تحطها على التليفزيون والفصق والفجور اللي ببرامجك شايفه أنت؟ انت معاش حدا عم بيحط عن نيوتي كل الناس اللي كانت تشوف نيوتي ما عم بتشوفها هلا لانه بتشوف نشرة الاخبار وتحضر مريم بسان بس بمقدمتها كمان يمكن وشوي من نشرة الاخبار وبتزيح عنها ليش ما سعلته هالسؤال ليش بعدين كيف تسمع كيف تقبل انت بتقبل يا سيد تحسين انت بيك محامة وابن بيت بيصيدة بعز الجنوب وعيشت بالجنوب كيف تقبل هيدا الكلام يطلع من عندك على اي قاعدة معروفة بس انتصر حزب الله بالالفين وستة عا اسرائيل صار فيه حملة مسعورة من اجهزة المخابرات العربية ومن الغرب الامريكي والسهيوني وراهن لشيطنة حزب الله اولا بعدين امتدت الحملة لشيطنة الطيف الشائي وللأسف فيتي فيها كتير عالم وكتير وسائل وكتير شخصيات اعلامية بيطلعوا من هون ومن هون شفت هيك اليوم واحد عم يستشد بيه شوفر تاكسي راح من لبقى على اميركا لبس الشيخ وقال انا شيخ وقعد بنظر لاميركا كل نهار وبيسيب حزب الله كل نهار شاب عامل حاله طبيبه ومثقف وإعلامي طالع بيستشد فيه قال وبيقول هيدا الشيخ المرجع مدرشوه الكلام الساخي النس كأن كلها مستأجرة بهيدا الايام لشيطنة حزب الله والطيف الشيعية معه طيب ما بتحسبوا الحزب بس مساري عم بتشوفوا قدم عينكم مساري بس انتو هيدا الحزب اللي اسمه حزب الله لانتو عم بتسبوه كل النهار حزب الله هيدا اول شي رفع لكم راسكم الشغلة التانية حزب الله بعد ما اندعس ترقاب للجيوش العربية كلها بصرمية اسرائيل حزب الله رفع راس العرب والوحيد اللي دعس رقبة الاسرائيل الجيش الاسرائيلي هو حزب الله بعد ما كل الجيوش العربية اكلت قتلي من اسرائيل هيدا الجيش بزيته اللي طعم قتل للعرب اكل قتلي من حزب الله لحالة هاي ما بتحسبوله جميل لا حزب الله قلبت عليه بالضد بس قولوا لي على أي قاعد بدي أفهم ليش أنا في أفهم لأنه هو شيعي وغيره مش شيعي وغيره سنة من قامت عمر وعلي مختلفين بهاي النقاط بس حدا يخبرني يعني من قامت أبو حنيفة النعمان وجعفر الصادق مختلفين عم يخلق خلاف ليش هني بدين شيئات لإسرائيل هني حرين بدين يصالحوا إسرائيل نحنا ما ننحرر قدنا وما ننقاتل إسرائيل في داعة هجموا على أعراضنا وكله إلا الأعراض يا سيد تحسين خياط لو هم توصل للأعراض كل حدا فينا بيقت الميت قتل عشان عرضه يعني القصة مش علاقة سهلة يعني بيتسب الواحد بكل شيء ممكن يتقبل بتهينه أحيانا ممكن يتقبل بس توصل للعرض القصة اكتر تخيني يعني خاصة أنتوا عارفين بيقت الجنوب ما عم بحكي عن الجنوب عن شيء هني قالوا جنوب ككل يعني كل الجنوب عم بحكي عن الكل البيئة الجنوبية بيئة محافظة كله بننبيئة محافظة ولكن يمكن الأشد محافظة هي بيئة الجنوب لحد هلأ سميلي رقاصة من الجنوب سميلي ممثلة من الجنوب سميلي مطربة من الجنوب مغنية من الجنوب ما بيقبلوا هي مش عايبة للغنى عايبة وللفن عايبة ولالتمثيل عايبة ولكن أهل الجنوب حتى هاي الأمور بيرفضوها لبناتهم العقل اللي عقلوا هاكم عم بحكي برضو عن الجنوب من كل الطواقف لما اجت فئة الرأس بستوديو الفان اجت رقاصة وحدة من منطقة مسيحية بالجنوب أنا اتفاجأت قلت له مش ممكن هاي مش عايشة بالجنوب لأنه لا يمكن أهلها يقبل تاني الجمعة سحبوها أهلها ما قبلوها لأنه بيئة محافظة والعائلات الجنوبية كلها بيطواقفها كاملة محافظة وما بتتقبل فكينا نحطن أعراضن ونسوانن وفخد نسوانن مدعس إلى الغريب هناك يعني كتر تخيني هالقدة الكلام أبدا مش مقبول وبعدان بياد وشقر لاش هالعقد عنده بتلفزيون وعند مزيعينه من بياد وشقر وإذا الواحد مش أشقر ومش أبيض يعني إنه صار تمهتة بعدان لون الجلد ولون العينين صار هو بيحدد الشخصية طيب خلينا نخبركم قصة البيض والشقر لك ما نحنا سبعينا نساء الروم بالزمينة تجوشنا الإسلامي ما بيعرفها هاي سيد تحسين ما بيعرف إنه الجيش المسلم وصل على أوروبا عن نص أوروبا وما بيعرف إنه وصل على على بلاد قاطع نهر جيحون على هاي جمهوريات الاتحاد السوفيتي هاي كلها هاي دي ما هي كلها جنس آر وكلها بياد وشقار وعيون خضر ملون أضف إنه أصلا بلاد الشام فيها ألوان من زمان من قبل الإسلام بكتير فيها ألوان بلاد الشام بالإضافة للنساء اللي إجت سباية وقعدوا جوار وفي ناس تجوزوهم يعني المهم خلفوا كجواري خلفوا كسباية خلفوا فختلطت الأنساء اختلطت لأنه نحنا سبعيناهم مش النسابون نسويا نسويا ما نسابت ولا مر خليه بس يحدثني حادثة بالتاريخ نساء العرب اتعرضوا للسبي بس يقل شي حادثة واحدة بالتاريخ بينما نساء كل هاي ديك الشعوب اتعرضت للسبي وقت الجيش الإسلامي طبعا مش عم شجع السبي أنا أنا ضد السبي وضد العبودية وضد الرق ولكن عم بيحكي عن تاريخ صار الألوان ايجت هيك ايجت ناحية من السبي ولأنه الجيش العربي أو الجيش المسلم إذا بدك وصل على بلاد الجنس القاري وأسهر كتير منهم المماليك اللي عملوا بعدين دولة بيعنا ببلادنا ما هني هول جنس قاري كمان وهول من بلاد ما وراء النهر وهيدا الجنس الأبيض بين ما هول يجت ألوانهم معهم وهولي بناتهم اتجوزوهم المسلمين والعرب بالمنطقة بمصر وببلاد الشام كله إذا بدكن تفتشوا تعملوا بحث جدي وعلمي بالموضوع الأجوبة واضحة مش صعبة يعني ونحن سبق سنت الماضي محمد نحن عملنا بشي لما نعملنا فيديو حكينا بطريقة علمية ومنطقية عن قصة شكل الإنسان في منطقتنا البحر المتوسط وقضية الألوان وأنه هاي نكتي قصة الصليبيين الصليبيين إجوا ع بلادنا أخذوا المدن كلها فارغة قتلوا كل الناس حتى بيت المقدس ما خلوا فيها حدا قتلوا المسلمين والمسيحيين واليهود اليهود ما تبقى منهم بعد ما انهزموا بالمواجهة معهم فاتوا على الكنيس سبعهم حرقوهم بقلب الكنيس الصليبيين حرقوا اليهود بقلب الكنيس وقتلوا كل الناس بقى شوية مسيحية قالوا لهم تفنوا الجسم وقعوا وزعبوهم ومعروف المسيحيين العرب وقفوا مع المسلمين العرب بالحرب ضد الصليبيين بيت المقدس ولا جنس عربي واحد كان فيها من أي دين وبلاد كل بلد بنصور لصيدة لترابلس كله أخذوها بدون سكان فارغة وبعدين يعني كان نسواننا قاعدة قالوا المشاع مين قالوا انه هالقد كانت لأمور مين قالوا كانت هيك لما بتدرسوا التاريخ بتعرفوا انه هيدا ما حصل حصلت حادسة مرة بعهد الظاهر بي برس صارت حادسة لما ملك سور خطفوا بنت عربية مسلمة كانت ببستان مدروين بأي منطقة وقاموا خطفوها وجابولو قالت له ملكة بيروت رجعها لأهله هلا هون رأسه ما بتحمل قصة العرض كله إلا العرض عندهم هاي كلام ملكة بيروت لقلو نصحته قالت له رجعها كيب الرأسه ما كانش يرجعها اجت عمل الحرب على وقته بيبرز اشتاح صور ودمر صور على راسه واخده هو لقطه اسيره وقتلوا بييده قاله ما حدا يقتلو أنا بدي قتلو قتلوا بييده عشان عرض المرأة هاي الأعراض عنا هاي ببلادنا هاي الأعراض هاي كيف تحكي بالأعراض انت انت لبنانية انت سيد تحسين انت لبنانية عربي ولا مش عربي كيف تحكي بالأعراض ما انت عارف العرض عند العرب شو هو وما عم بيحكي عن دين عم بيحكي كل الأديان العربي عربي بقصة العرض يعني فيش مزح معنا بقصة العرض شو هالكلام هاي دا هلا هي اذا فيتن بستة وجدة وعمة وخالة مثل ما عم تحكي هي هاي دا لأنه عم تقولنا ان احنا عم تحكي بالجمع هي اذا هي لأنه واضح انها بنت شارع اللي بيحكي هيدا الكلام اكيد ابن شارع لأنه نحنا بتمرق معنا قصة سبنعرف انه في قصة مثل هاي لفظ ما بنلفزها نحن لأنه من غض نظرنا ومن دروجنا لأنه حرام نحكي هي لما انطالعوا عن تحكي عن شعب بكامل وعن منطقة بكاملة ومن هي هاي المنطقة كل العرب خضعوا لا اسرائيل هاي المنطقة ما خضعت له فيش منطقة فاتت لا اسرائيل إلا ما دعوست الناس كلها هاي المنطقة رفعت راسها وقاتلت اسرائيل إجوا الفرنساوية هاي المنطقة قاتلتهم جنوب قاتل الفرنساوية قاتل العثمانيين من قبل عندك بحارة صيدة يا سيد تحسين الحرب اللي صارت مع العثمانيين و12 ألف جندي كان لهم العثمانيين بهاي المعركة تأكتلوا عن بكرة أبيهم جنود العثمانيين بمعركة حارة صيدة قرى تاريخها وكتب التاريخ موجودة ما حدا يقول مش موجودة موجودة بالأرقام وبالأسماء وإيام أي والي كان ومين اللي كان والي صيدة بوقتها من العثمانيين هاي المنطقة ما حملت حدا يحكمها عبر التاريخ بمعركة حطين من أوائل الناس أهل الجنوب كانوا بمعركة عين جلود كانوا من أوائل الناس والتاريخ أيام موجود مسجن كيف نسمح بهيدا الكلام مش عم بفهم أنا بدكن تحكوا علم بدكن تحكوا تاريخ واجتماع فيه دراسات عملوا دراسات وعملوا برنامج وحاضرة كتير ناس يجوا حاضروا لكم بهيدا الموضوع فيه كتير شباب كاتبة فيه مؤرخين كاتبة عن هيدا الموضوع مسيحيين ومسلمين وجنوبين ومن غير الجنوب كله كاتبة أنا لحالي عندي شيخ 15-16 كتاب عن جبل عامل بس جبل عامل بكل طواقف وما حدا يقول جبل عامل الجنوب بطواقف السبعة عشر يعني بكلها مخصية العاملية وسبق عملنا نحنا كمان أحكينا عن جزور أهل جبل عامل من هن طلعوا بنوا عامل منوك اليمن قبل الإسلام وبنوا ربيعة منوك العرب بالجزيرة العربية الإسلام والسيدة الأشراف ما تتهموناش بأعراض ما كتير كبير يا قصة الأعراض يعني مين اللي هيدا العربي بيقبلها قصة العرض ما العربي فات بمعارك إلى أول ما إلى آخر على كلمة كلمة إلى علاقة بالعرض فالقصة كتير كبيرة يا محمد وكتر أنا ما أنا هلأ بس سمعت شوية محمل رأس يعني أنا لو حدا قدامي أكيد يعني ما بتميلك نفسي يعني إذا شفت حدا حدا هي لو قدامي هيدا وحاجت هالكلمة قدامي أكيد ما بتميلك نفسي يعني لنشوف بس أمه وستة شو بدون يقولوله هلأ لما تهمتهم بعرضهم تهمتهم بأعراضهم إنه هن دمهم من الزنا الزنا بتقول استعملت مفردات بشعة كتير يعني أكيد